كثرة النخيل في الوساط الحضري بمدينة أطار واحد من تجليات ارتباط الأدراريين بالنخلة حيث لا يخفى على المتجول في هذه المدينة ذلك الحضور القوي للنخلة في المجال العمومي كزينة للشوارع والساحات وملتقيات الطرق وحتى في ساحات الأبنية الإدارية والمؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها من الأبنية ذات الطابع العام نخال هنا معلم بالنسبة للولاية وموجود في كل إدارة هنا في مباني الولاية وفي نفس الوقت هو مليني زين ومزيني به الشوارع وعليك تخطى من الشارع ما رأيدي فيه نخلة والله دار مع قدامها زاد نخلة والله في نقرها وهو رمز بالنسبة له الأدرار ومرتبطين به أهل الأدرار ومعروفين بالنخل والتمر وما خالق الدار ما هي دائرة ثنتين والله ثلاثة والله الزريب ولا خالق حد من أهل الأدرار عامة معدل هون دار ولا شي ما هم مستهم به ويبقيه وتوه يستقلوا منه إن يرى فيه شي يستقلوا منه إن ما يرى فيه مولي عازم على أنه يتم التافق معه الناس هنا تجاس منها فتبارك الله هذه قضية نخل تراعي فيها فتبارك الله يبقوا وقع حد تقليل حد هنا في أدرار ما هو دائر نخلة والله دائرة تحويش فيها جيش من الخال مكبروا لذاك أنه معناه إنه فتبارك الله القيطنة مهمة عنده حده العاد قاع ما يقسلوا ديان بعد في الولاية هنا تقليل حد ما عنده نخلة فتبارك الله في دار ودائرها والله في تحويشة تتقاسم عديد الأسر هنا في مدينة أطار بيوتها مع النخلة حيث تعد الواحات البنزلية مظهرا آخر من مظاهر عشق الآدراريين وتعلقهم بالنخيل الذي يستظلون به ويجتنون منه رطبا جنيا إذا ما أينع وأتمر عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة أطار